اشتركوا في القناة كما تلاحظوا تروحوا في اليوتيوب تروحوا تأديل يعني على الفيديو تجدون عني للتعليقات التوضيحية يعني هذك الكتيبة اللي تجي فوق الفيديو هذك تقريب نحوها لأسباب يعني هما هما أدرى بها ما يعطونها بعض الأسباب هنا يقول لك ابتداء المثنين IR مايو لن يعود بإمكانك إضافة تعليقات توضيحية جديدة أو التأديل التعليقات التوضيحية حالية يعني ما تقدرش تتعدل يعني على التعليقات اللي كانت مقبل اللي حطيتها في فيديوهات قدوم وما تقدرش تزيد يعني واحدة جديدة ولكن يمكنك حذفها فقط يعني ممكن تسيبريمها وستبقى التعليقات التوضيحية الحالية ظاهرة عند استخدام جهاز سطح المكثب يعني هذه حاجة عادية يعني وحاجة من لها في المنشئي المحتوى خطك لأنها فيها أسباب من بينها مذكورة هنا التقنية تبدلت شوي يعني الظروف تبدلت يقول لك لقد أطلقنا محرر التعليقات التوضيحية في عام 2008 قبل انتشار استخدام الجوال في العالم وبما أن 60% من وقت المشاهدة على اليوتيوب يتم الآن عبر الجوال يعني بلي بورتابل نست ولا تتفرج لي فيديو في اليوتيوب على البورتابل فما الجدوى من إنشاء تعليقات تحوى التوضيحية لن تصل حتى إلى غالبية جمهورك تعملوا شاشة النهاية والبطاقات على أجهزة الجوال وسط المكتب وبالتالي ستحقيقوا نتيجة أفضل بالتكلفة نفسها يعني شاشة النهاية والبطاقات التي زادوها في اليوتيوب يعني عندها تقريب بطرامو أو سيمو حتكون أحسن من السيستام هذا القديم هو السيستام القديم بالبزايا في اليوتيوب تقريب نحاوه وهذا أفضل يعني هكذا بش موليش فيديو يعني موش واضح وبدلوها بالبطاقات وبدلوها بالشاشات النهاية وحجم لها. سنجعلكم تقرأوا ما يكتبوه هنا جديد. مهم هي ابتداء مثل ايار مايو. يعني خبرونا باش ما دولش بلي كان بروبلم في اليوتيوب. سنجعلكم يعني نياه هذا تأسفل الفيديو. تقرأوا يعني ما هو مكتوب هنا. وكما يمكنكم تلاحظوا اللي ما يعرفشو شي يعني تعليقات توضحية وتعديلها. مجرد انك تروح اليوتيوب تروح تعديل الفيديو تلقى كلمة اضافة تعليقات توضحية في الفيديو. طريقة الولوج اليها هاي طريقة هنا. معلك فقط تتبع الاجراءات الموجودة هنا. تدخل في الفيديو. فيها انواع التعليقات توضحية ايضا. هنخليكم يعني روابط اثنين تجدونها باذن الله يعني اسفل الفيديو. اقرأوا مليح هكذا باش تتعلموا يعني جديد والميزاجور دايما في اليوتيوب لانه في طور مستمر. وخاصة يعني في هذا العام يعني او يبدل تخريف القاعدة تاعه. هكذا باش ميصوركم مش مشاكل ولا لا تغلق الى القناة اللي انشأتها. اذا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركة.